اهلا بيكم فيلمنا بيحقى قصة حقيقة عن اب يهودي الاصل اتجوز واحدة في نفس سن ابنه المراهق وهنا الشيطان وديهم لابعض نقطة مش ممكن اي عقل يتخيلها بيبدأ احداث الفيلم بدان اللي رايح بيت ابوه بعد ما تخرج من كلية هارفد ولما بيوصل بتستقبله مساعدة البيت ودي اسمها مدام مايسن وهي اللي اعتنت بيه بعد وفاة امه وداني بيطلع قضة بابو عشان يسلم عليه لكن لما طلع ما بيلاقش حد فبيفتح باب الحمام وبيتفاجئ ببنت غريبة فبيعتذر وبيقفل الباب وبعد لحظات بيجي الاب ويحضنه وبيقوله انه ساعد جدا انه جي زوره وبابا بيعرفه على البنت اللي شافها في الحمام ودي اسمها لانة وبيتصدم داني لما بيعرف انها هتبقى مرات ابوه لانه اول مرة يعرف ان بابا تجوز بعد وفاة مامته وداني بعدها بيسأله ايس سبب اللي خلي ابو يتجوز من غير ما ابنه يعرف وابو جون بيقوله انه كان عاملها له مفاجئة وبيطلب منه انه يروح مع المزاد بالرجال الاعمال ولما بيطلع حديقة البيت بيشوف لانة وبيفضل يبص عليها وهي كمان تبدلوا نفس النظرات لحد ما جاء ابوه وبالليل بيروحوا فعلا المزاد وهناك بنتعرف على رجل اعمال اسمه هاري وده يبقى صديق جون والمحامي بتاعه وجون بيطلب من زوجته لانة انها تفرج دانة على المكان لانه هيتكلم مع هاري في موضوع خاص وداني بيعتذر من لانة لانه فتح عليها باب الحمام وهي قالت له ينسى الموضوع وبعدها رحت لصديق زوجها هاري وكانت بتقرب منه بطريقة مبلغ فيها وبتحكي معاه والموضوع ده دايق زوجها جون جدا وبعد ما خلصت خدت صديقتها ستيسي وعرفتها على ابن زوجها داني وستيسي كانت معجبة بداني لكن داني بيكون معجب بلانة زوجة ابوه ولما بيرجعوا البيت بيرجع معهم هاري عشان يحقوا عن المشاريع بتاعتهم وقتها كان جون متضيق من تصرفات زوجته ولما هاري ماشي بدأ يتعصب عليها ويتخنق معاها وهدتها لو كلمت هاري تاني هيقتلها وداني كان مصدوم من تصرفات ابوه مع زوجته وتاني يوم داني بيروح للاينا وبيحاول يتطمن عليها بعد اخنقتها مع باباه وقتها لانا باستو قالت له انها بخير بعدها جون بياخد ابنه ويوري له عربية مميزة جدا بالنسبة لجون وقال له جون ان بعد ما يرجع من الشركة هياخدوا بها ويروحوا البار ولانا وداني بقيوا لوحدهم في البيت ولانا خدت العربية بتاعت باباه اللي بيرفض اي حد يركبها وقالت لداني يركب عشان يروحوا المطعم وفعلا وصلوا المطعم اللي بيكون قريب منهم والمطعم ده ملك الصديق لانا لكن بيلقوا المطعم مقفول فبتاخد لانا المفاتيح وتفتح هي المطعم وبيفضلوا يشربوا ويتعرفوا اكتر على بعض وفجأة داني ما بيقدرش يسيطر على نفسه وبيبوسها وحصلت علاقة بينهم في المطعم ولما رجع جون بيكون متعصب جدا وبتحصل خناء اكبرة بينهم تاني عشان خدت العربية من غير ازنه وداني بيفضل يتندم ويلوم نفسه على اللي عمله مع زوجة باباه وفي اليوم التاني بيشوف داني ان ايد لانا متعورة وفي اللحظة دي بيوصل جون باباه وداني بيطلب منه يدي اجازة للسيدة مايسن الخدمة وبيقوله انها محرجة تقولك وفعلا جون بيوافق وبيديها تذاكر هي وزوجها عشان يقضوا مع بعض اجازة خارج البلد ولما جون سابهم سألها داني عن الضربة اللي في ايدها وبتقوله انها بسبب مشكلة بسيطة بينها وبين باباه بعدها جون بيطلب من ابنه انهم يلعبوا مع بعض كرة سلة والغريبة ان الاتنين كانوا بيلعبوا بعنف مع بعض لدرجة ان الاب بيضرب ابنه وبيحذروا ان ياخد عربية ومرة تانية من غير اذنه في نفس الوقت اللي لانا شايفها اللي بيحصل وحزين على داني ورحت له بالليل وكانت بتطمن عليه وداني قال لها انها لازم ترجع قضيتها فورا قبل ما يشوفها باباه لكن لانا بتقوله ما يخافش لان جون خد حبوب منومة عشان يقدر ينام وقالت له ان اللي حصل في المطعم كان غلطة ومش هتتكرر تاني لكن داني ما كانش ماعتبرها غلطة وبينتهز فرصة ان ابو نايم وبيخلي لانا تضعفه تدخل في علاقة معاه وبيخليها تنم فوقته لحد تاني يوم الصبح ولما صحت وسمعت حركة برة بسرعة استخبت وبنتفجأ ان بابا دخل عليه وسأله اذا كان شاف لانا لكن هي طبعا بتبقى مستخبية وراء الباب وبعد ما بابا خرج راح نحيط الباب عشان يتأكد انه مشي وقتها لانا قدرت تطلع من القوضة من غير مجون ياخد باله وكأنها ملك راح اتعملوت له فطار وودعته هو راح الشركة ورجع التاني لداني اللي بقيه لوحدهم في البيت وبتدخل في علاقة معاه مرة تانية وطبعا البيت ما بيكونش في حد خالص لان الخدمة مايسين هي التانية في اجازة وباللين راح تلوهم استايسة صديقة لانا وجون احرك داني قدامها وبيقوله المفروض تبطل شغل الاطفال المراهقين وانه لازم ينزل معاه شغل في الشركة ويشوف شغل رجال الاعمال وداني كان متضايق جدا من كلام بابا وبعدها بيوم بنتفاجئ ان جون بيقول لابنه ان لانا بتخونه مع شخص داني وقتها بدأ يتوتر ويسأله عن السبب اللي يخليه يقول كده والاب بيقوله انه متأكد ان لانا بتخونه داني بعدها عمله عصير فواكه وقال له ما تفكرش في الكلام ده واكيد شكك مش في محله بعدها اتفق مع لانا انه يقابلها في فندق بعيد وقال لها داني ان بابا يعرف علاقتهم ببعض وبيقول لها انا لازم اهرب من البلد قبل ما يقتني ولانا بترفض وبتقوله ما ينفعش تمشي من غيري وبتتوسل ليه انه يده شوية وقت عشان تعرف تسيطر على الوضع ولانا بسته وقفلت الشباك بتاع القوضة وقضوا الليلا مع بعض ولما صاح من النوم ملقاهاش موجودة ولما طلع من الفندق بيلاقي متساول واقف وسأل داني عن الوقت وداني قاله الساعة عشر بالليل وداني بيرجع بعدها على بيت بابا والصدمة الكبيرة انه بيلاقي بابا ميت هناك فبيتصل بالشرطة اللي بدأت تبحث عن القاتل والشرطة بيقول انه ميت بين الساعة تسعة العشرة وبيسأل الشرطة داني عن زوجة بابا اللي كانت مختفية وقت موت جون وبعد ما بتوصل لانا بياخدوهم هما الاتنين للمركز عشان يتم التحقيق معاهم ولانا بتقول انها كانت عند صداقتها ستيسي وداني بيقول انه هو كمان كان في الفندق واللي اتنين بدأوا يقولوا كلام كله كدب والشرطة عرفت من كلامهم انهم بيكذبوا لكن طبعا عشان مفيش ايدانة صريحة بيسبوهم وهاري لما عرف رحلوهم وخدهم بيته ولما وصلوا البيت لانا بتقول لداني انها راحت بيت صديقتها ستيسي لان ستيسي صورتهم فيديو مع بعض لما كانوا في الفندق وبتقول لداني انها شافت الفيديو بنفسها اللي صورته لهم ستيسي وهم نايمين مع بعض وطالبة ميت الف دولار عشان تمسحوا وتاني يوم في الجنازة بتاع جون بترجع ميسن الخدمة وبتنصح داني انه يسافر برا البلد ويبعد عن لانا وإلا هيندم بعدها بيطلب من لانا انه يتكلم معاها لكن لانا بترفضه وبتقوله ان ده مش الوقت المناسب وهاري بياخد داني ويتكلم معاه وبيقوله انه هو المشتبه الوحيد في قتل جون داني وقتها قاله انه شاكك في لانا لانها كانت مختفية وقته موت جون وقاله مش انا بس المشتبه فيه وهاري قاله ان لانا تأكدت برائتها لان ستيسي شهدت قدام الشرطة انها كانت عندها في البيت داني بعدها بيروح لها وهي بتسأله عن السبب اللي خلاه يقتل بابا وداني بيقولها انه مش هو اللي قتله وبيبدأوا الاتنين يشكوا في بعض ولما بيجي الليل بترفض لانا انها تروح معاه وبتقوله انها هتفضل اعدى في بيت هاري وتاني يوم بيروح لها داني بيت هاري وبيطلب منها ترجع معاه وبيبدأ يحكي لها عن موت مامته وبيتضح ان بابا كان بيدربها كل يوم ولما كانت مريضة مرضيش انه يخلي اي دكتور يساعدها وحبسها في البيت وبيقولها انه كان بيتمنى ان بابا يموت بس مش هو اللي قتله ولانا قالت له انها هتروح لستايسي عشان تحل معاها موضوع الفيديو اللي صورته وبعدها ترجع معاه البيت وداني بيروح وراهم واول ما يشوفهم بيحاول يهجم على ستيسي عشان ياخد الفيديو اللي معاها ولانا بتتعصب عليه وبتقوله انهم لازم يحلوا الموضوع بكل هدوء قبل ما يوصل الفيديو للشرطة وتقعد تهم علينا وهناك بيتصل بيه هاري ويطلب منه ان يقابله وهاري لما قابله قاله انت لازم تثبت برقتك لان الشرطة هترمي التهم عليك وبيقوله ان في حد بعت الفيديو لي واللي هي ستيسي نفسها واللي فيه انه بيخون بابا مع زوجته وبيقول لداني انه لازم يثبت له الشرطة انه كان خارج البيت وقته موت بابا فبيفتكر داني انه شاف المتسول الساعة 11 وهاري بيقوله انه لازم يستعين بالمتسول ده عشان يثبت برقته ولما بيرجع داني للبيت بيلاقي لانا رجعت وبيشوف فلوس في شنطتها وبتقوله انها هتدي الفلوس دي لستيسي عشان تمسح الفيديو وبعدها بيطلع داني من البيت لكن بيسمع صوت خبط في الجراش ولما راح يشوف في ايه بيتفاجئ برسالة انتحار باسمه وفي اللحظة دي بتجي لانا وبتفضل تضرب عليه نار داني قدر يستخبى وقتها وفجأة هجم عليها وخد المسدس وكد بتعليه وقالت له انها تفكر ان في حرامي في الجراش وما كانتش تعرف انه هو داني لكن في الحقيقة هي بتكذب لانها كانت شكة انه هو اللي قتل جون وكانت بتحاول تقتله قبل ما هو يقتلها داني وقتها سبها ومشي ورح لهاري وشوف رسالة الانتحار اللي مكتوبة على الكمبيوتر وكانت لانا هي اللي كتبها عشان يكون مداني مجرد انتحار وهاري خدوا ورح الشرطة وحكى لهم كل حاجة حصلت لكن الشرطة ما كانتش مسدقة لان لانا ملهاش اي اثر والشرطة اعتقدت ان داني هو اللي قتلها وبعض الزباط كانوا مصممين ان داني هو القاتل وطلبوا منهم انهم يحبسوهم فورا لكن بعد فترة من الوقت بتيجى اخبار للشرطة ان لانا هربت برا البلد واخدت معها نص الفلوس بتاع جون واستاي صراحت واعترفت بكل حاجة وقالت للشرطة ان لانا وعدتها انهم هيقسموا مع بعض كل الفلوس لو قدرت تصورها مع داني في علاقة وبتقول للشرطة ان في اليوم اللي مات في جون لانا رحت لها البيت وكانت هدومها كلها دم والشرطة سألتها عن السبب اللي خلها تسكت الوقت ده كله فبتقول ان لانا حاولت تقتل داني وتخلي موته عبارة عن انطحار وبتقوله ان هي اللي كان ممكن تكون الضحية التانية وقتها اطلقه صراح داني وبيرجع بيت بابا وفجأة بيلقس لاح الجريمة في المدخنة لكن بنتفاجأ ان ستايسي واقف وراءة وبسرعة راح تحضنها وبنعرف هنا ان ستايسي هي حبيبته وان داني هو اللي حط السم البابا لما عطاله كبيت العصير وخليه يتصب شلل جزئي وستايسي هي اللي كملت عليه وقتلته في نفس الوقت اللي داني كان معلنة في الفندق داني بعدها بيسأل ستايسي اذا كانت اتخلصت من جزة لانا لان داني ضربها وخليها تفقد الوعي لما كانوا مع بعض في الجراش وهناك طلب من ستايسي انها تاخدها للغيبة وستايسي وقتها خدتها عشان تقتلها لكن ما قدرتش تقتلها وزقتها في البحر داني وقتها تعصب جدا لما سمع وبسرعة راح يتأكد ان جزة لانا مش عايمة في نفس المكان في البحر وستايسي قالت له ان جزتها مستحيل تظهر لان البحر عميقة داني بعدها قال لي ستايسي انا هتصل بالشرطة ونتخلص من سلاح الجريمة ونسافر وفعلا اتصل بالشرطة وقال لهم انه ليه يسلاح الجريمة لكن في نفس اللحظة بتظهر لانا اللي بنعرف انها لسه عايشة وضربت داني برصاصة في كتفه وسألته عن السبب اللي يخليه حاول يقتلها فبيقول لها ان ده مصير الزوجة اللي بتخون زوجها وكان بيحاول يهرب من البيت لكن لانا جريت وراب المسدس وفعلا قدرت توصله وكانت هتقتله لكن الشرطة بتوصله وبتضرب الرصاص عليها وبتموت في نفس الوقت وهنا الشرطة اعتقدت ان لانا هي اللي قتلت جون وتقفلت قضية جون للأبد وتكتب القاتل هو لانا داني وقتها تبرق من القضية وخد الشركة وخد كل ممتلكات بابا وهنا تكون انها هي الغير عادلة لكن عدلت السماء كان لها حكمها لما عمل حدثة هو وسطيسي وماتوا هم الاتنين وهنا بينتيفل من النهار ده اكيد هيشرفني جدا اشرفك في القناة وتفعيل الجرس واهم حاجة لايكي للفيديو اشوفكم في ملخص قادم سلام